في نقابة الصحفيين حيث قال صلاح جاهين قصدت بالعطرية جاية عروسة الشعر من بغالة ببناية لف وكف بالخني وكنت أعرف وكان هناك الكثيرون من أبناء الجيل السابق لها مباشرة كل منهم يجعم النبي أوراثه الراية ليحملها من بعد كان هناك شعر اسكندرية الكبير كان الحسني وكان هناك فؤاد قاعود ومن قبله أمين قاعود كلهم كانوا يسعون لخلافة بيرام التونسي أنا لست من هؤلاء برغم أنني ترضيت على شعر بيرام التونسي وأدين له بموبودي أدبيا بينهم أدين له بشكل مطلق لأنه كان الشاعر اللي فتح لنا السكة لصلاح جاهين وفؤاد قاعود وفؤاد حداد وكل من سبقاني من السعراء بيرام هو الأرض أو الكبت لآباء المباشرين فؤاد حداد وصلاح جاهي كنا فين نحن عند بيرام التونسي ننتقل للمطارية قريبا لأن في عربية دي أنا شاهد بأعرف نفسي بأنني شاهد على بار الله والوطن والإنسانية الله عندي هو الحق الله هو الحق والوطن هو الخير العام الذي ينبغي أن يتخاسمه بعدالة وحرية والإنسانية هي الجمال كله ربنا خلق الإنسان في أحسن تقوين أحسن نسبة إلى الحسن لا إلى شيء آخر كان ممكن أن يقول في أكمل في أكمل في أقوى في أي أفعل تغضيل آخر لكنه اختار حسن التقوين المنسوب للجمال والحسن فإن الإنسانية الحسن الجامل إحنا خير مخلوقات الله اللي استخلفنا على هذه الأرض كي نزيدها عمرانا وكي نتبوأ فيها من الجنة حيث نشاء الحمد لله الذي أورثنا هذه الأرض الذي أورثنا الأرض نتبوأ فيها من الجنة حيث نشاء ربنا استخلفنا على هذا الكون لنزيده عمرانا وخيرا ورخاءا وجمالا اظن ان هذا هو جوهر الرسالة الانسانية وهذا هو ايضا جوهر الرسالة بتاع الفنانين والمجعين والحكمات اللي كانوا بيستهدفوا دايما الحق والخير والجمال انا اتولدت في بيئة صيادين في البطارية المهلية بدأت حياة الشعرية او بدأت الافتراف من عالم الشعر يمكن في سن سبعة وتمانية كتبت مرتجلا بعض الابيان ثم تولاني ابي الذي كان ازهريا يحفظ المعلقات ويقال انه كان اكتب الشعر لكنني لم ارى لابه شعرا لكن كنت اسمع من حصدقائي واندالي انه كان شعرا ثم اسقلته كثرة العيال فاكتفى بانه يعلم ابنه اللي لمح فيه مخايل المجابة او الموجبة لما ابوي عارف ان انا باكت بسعر قال لي وريني فوريته بعض الكراريس اللي انا كنت مساودة عيامية فبعدها جاني بالدرسين الاولينيين اول درسين في حياتي ان ربنا الحمد لله انت شاعر بالسليقة يا شيخ سايد لكن عليك ان تفهم شيئا ان ربنا منحك هذه السليقة الشعرية كي تحمده عليها كي تشكره عليها ادركت انه انا في قيل لعمة حقيقية وشيء ما هواش لعبة ما هواش لعبة عيالي زي ما انا كنت متوهم تساعد ما كتبت شاعر لا منحة ونعمة ربانية عليها كسر الله عليها وقال لي لكن هذه السليقة الشعرية ينبغي صفلها بالدرس يعني ينبغي صفل هذه الموهمة بالتعلم وبالدراسة وبدأ يدرس لي من سن 11 و سن 14 العروض الشعري على طريقة المزاليين القدامة فانا في وسط امدادي من التلامزة ابتديت اتمايز عنه شوية ان انا بقيت العباني بتاع الهوين الشعر الامراء عصيدة عايز يوزنها وديها لبسيد فبسيد يزبطها ويعرفطها ويخليها مضموطة بمعايير الشعر بالمعايير بتاع الزمان وابتدت الحكاية تكور معايا يمكن وانا في اعدادي وسنوي كان بعض اساسي بيرجعوني ان انا اكتب عصير باسموهم عشان يورقوها في الاحتفالات كان المولد النبوي الاستاذ فلان الفلاني هياخدوا الدرجة السلسة فاعيزين نعمل له حفلة فاكتب لنا عصيدة في الموضوع ده فاكتب عصير لأساسي وهم يطلعوا يورقوها باسموه بالشخصي في المدرسة ومشي في الحكاية وابتدت اكتب في الوقت ده كنت بكتب بالفصحة لان طبعا في بيوتنا وفي ثقافينا بيعلمونا ان احنا نبص من فوق بعلاطة واستعلاق كده للكلام المكتوب بالعالمية على اساس ان الكلام العالمية ده كلام السوقة والدهماء مش زي الشعر اللي مكتوب في لغة القرآن المختاسة يعني مع في مرح سلوي قابلته أستاذ هو اللي وجيهني الحياة التوقيع الأصحة والأدبط في حياتي لما شاف شعري وقال لي انا عجبني اللي انا اريده ووديكه لأستاذ عبدالشاف لان انا مفهمش في الشعر فأكد لي انه موزول ومقفى الى اخر يعني لكن انا عايز اقول لك ان انت بتكتب مشاعرك فبقى ردت علي الفزلكة بتاع القرآن الصغارين طبعنا استاذ والشعر من المشاهر والكلام الكنافة ده فقال لي هتكتبوا بره هيبقى حل هتكتبوا بره تانية هيبقى أحلى هتكتبوا بره تالده هتبقى صلايا طب والحل يا استاذ عشان ما يبقى الصلايا هو ما فنان وشاعر يعني قال لي حواليك في البلد 30 ألف صيار في قلب كل صيار منهم 10 أصايد مش لقين اللي اكتبوا فطبعا الواحد حسابها برضو حسبة لهايالي 30 ألف فعشرة 800 ألف حصلت ضربة يا قاسف فتح كنوز علي بابا فتحت لك الشعرية فابتدت العيلة فيها الميسور والمتعطر والمشتور احنا من المساتير وفوقينا الميسير وتحدينا اللي ضربه السلك والمتعطرين اللي هم من الصيادين اللي في العيلة فلا ابتدت أخش اليد قريب الصيادين وأشرح معهم المحيرة بحاول أدور على العشر أصايد التأييد اللي مش لقيين اللي يكتبوا بقبل ما استطعت في الوقت ده يعني فابتدت أكتب الأصايد يبقى الساردة فيها بالفصحة والحوار بالعاملية ثم استقلت العاملية بتصائد كاملة والفصحة تطلبت للمسائل الأكثر ذاتية والأكثر ارتباطا بذاتي كمثقف صاعد أيامية فابتدت أكتب شعر بالفصحة والعاملية أنا فاكر أول أصيبة كتبتها بالعاملية كانت بتبتدي كده في الفجر هدني أبويا جوم بطراحة سيبك من النوم والأحلام والراحة جوم للشجاة ياابا جوم بأكلها بالراحة ولا كلمة ياابا ما بتردش على ولدك ليه ياابا ليه الدموع دخلتها طراحة العيد ورا العيد علي يا فاتمة حياني لا فيه جديد للأيال ولا نوره حياني ولا كحكي ياابا لكن صوت أمي حياني ورا كل مين تصوف والدموع تجري كأنها دمك انت ياابا اه ياابا الى آخر قصيدة الجنة تتكلم عن طفل يتيم من أبناء السياطين وفي نفس الوقت كتبت نفس القصيدة دي بالطريقة اللي كانت مستحدافة أنا ذاك اللي هو شعر التفايلة كانت قصيدة تبتدي شغور همه ولا عايش بليش همه في دولة